نهاردة إبراهيم نضاي لاعب نادي الزمالك أقدم على التقدم بشكوى رسمية لاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا ضد نادي الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة مع النادي حسن مصدر مقرم من اللاعب إبراهيم نضاي ما استلمش مستحقاته من عام تقريبا من عام تقريبا عشان كده هو تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك بالنسبة بقى للكلام اللي تقال عن استمرار النضاي لنهاية الموسم حتى الآن الزمالك لم يتطفق مع اللاعب على أي شيء ولسه الأقرب بالنسبة لي هو الرحيل بنهاية شهر 6 نهاية عقده يعني نهاية شهر 6 ده اللي هو خلاص كمان يومين يعني ممكن تبقى لو هو لعب يعني مباراة السابق دي ممكن تبقى آخر مباراة بالنسبة له مع نادي الزمالك طيب النهاردة نادي الزمالك خد خطوة عظيمة جدا وسط كثير من الأزمات والمشاكل أنا في رأيي هي خطوة عظيمة جدا جدا نادي الزمالك اتخذ اليوم إجراءات ضم محمد شحاته من طلاع الجيش بشكل نهائي الموضوع كان إعارة بنية الشراء النهاردة خلاص اللاعب بقى موجود في نادي الزمالك بشكل نهائي والزمالك فعل بند الشراء بعد ما سدد 10 مليون جنيه لنادي طلاع الجيش والزمالك خد الاستغناء الخاص بمحمد شحاته وبالتالي أصبح عقده ممتدن مع نادي الزمالك لمدة خمسة مواسم قادمة وشحاته يتم قيده بشكل طبيعي مع النادي حتى مع إقاف القيد لأنه لاعب في الفريق مقيد مع الفريق حتى وهو معار يستمر يعني الفيفا يتعامل مع هذا الأمر كأنه تمديد للتعاقد يعني هو لاعب في الفريق وهيبقى موجود بشكل طبيعي جدا طيب ترجمة نانسي قنقر